السؤال للناس دايماً إحنا ليه متخوفين من مشاركة الشباب؟ يعني ليه دايماً فيه الخوف إن الشباب يدخلوا السياسة؟ لو أنا بتكلم بصوت المجتمع بعد التجارب اللي عشناها والإرهاب والسنوات والشباب تظلمت وشباب تم كده الشغل على عقولها بطريقة غلط لكن لما الصورة وضحت والدولة قامت وتعافت الحمد لله هقدر برضو أفرز إزاي دلوقتي يعني أو هشجع يعني هعمل سياسة لكن هاخد بالي برضو إنه فيه عناصر برضو هتفضل تشتغل زي ما هي مش هتموت أبداً هفرز دايزاي يعني كانوا بيقلقوا من اتحاد الطلبة إنه يدخل في السياسة كانوا بيقلقوا من الأنشطة بتوقفها السياسة كانوا بيقلقوا أنا هقدر أنا بقيت أقوى وقضيت على إرهاب وبقى مفاهيمي أقوى هقدر أضمن إزاي للشاب الحر الوطني المسؤول يشارك بشكل حقيقي من غير الشاب التاني اللي هيفضل يلف حواليه مع اتحاد الطلبة وأنشطة الطلبية عندنا حاجة مهمة اسمها نماذج المحاكاة نماذج المحاكاة بتطلع كوادر محترمة جداً سواء لمجلسين نوابقوا الشيوخ أو حتى للسادة مجلس الوزراء دعمين نموذج محاكاة لمجلس الوزراء وطبعاً للاتحاد الأوروبي وما شابه هذلك من الدول الأوروبية السؤال هنا مين اللي بيدرب هيقول للشباب إيه هيوجه الناس إزاي طبعاً العملية الأمن اللي موجودة داخل الجامعة هي تحترم جداً بس لما نوضح للأمن أن أمن الجامعة أن فيه كيان سياسي سواء تنسقية شباب الأعزاب والسياسيين أو أعزاب أخرى بتقول للشباب إحنا جايين نشتغل في 1, 2, 3, 4, 5 هو أمن الجامعة محتاج يأمن كل حاجة في الجامعة وده شيء يحترم بس الجانب ده الإلغاء من الصح أن أنا كل مرة أقعد ألغية من أجل أن أنا أحمي أولادنا أولادنا جهات أخرى هتستقطبهم سواء منظمات دولية أو ما شابه هذلك ويبقى إحنا ما عملناش حالة ودائماً كان حتى الشباب بتقول فين الوزارة المعنية بمشاكلنا وتشرف على كل حاجة تخص الشباب وجمت من هنا لما كنا بنتكلم عن الملف الرياضي وهفتحه مع حاجة دلوقتي وده حلقة وجلسة مهمة جداً شبابنا اللي كان بي وحصلت اليومين اللي فاتوا وحتى في خامة الرئيس أعلن أن الأكاديمية الوطنية طبعاً الشاب بتاع المسارعة طبعاً تقول لي الموهوبين كلهم شواء هو أو غيرهم بلد الأكاديمية التدريب بلدنا تحت أمر حضراتكم هتدعمكم في كل الملفات كان هنا مطلب رئيسي للشباب بعملية الفصل ما بين وزارة الشباب عن الرياضة إن الموضوع كله مش رايح للرياضة فقط لغير لا إحنا عندنا لو حاجة بالكلمة عن تأهيل سياسي أو تأهيل مجتمعي أنا بتكلم عن تأهيل وكمان فكرة أن أنا أآمن بالاختلاف ما عشان أآمن بالاختلاف الشاب عنده طاقة إحنا عندنا أيديولوجيات مختلفة ممكن بقى صوت عالي ومختلف لكن أستوعبه بس والله أنا أقول لك المواطن المصري مش بيؤمن بأنهي أيديولوجي يعني مش أقول لك أكثر يمين ولا أكثر يسار هو المواطن المصري المحتاج من التنفيذي أو التشريعي هو يكون متخص لقرار محتاج يكون صاحب رؤية محتاج أنه هو يكون بيتعاون مع الناس يقدر يوصل فكرته ورؤيته للمواطنين هو ده المواطن المصري محتاجه صح لكن كل الأيديولوجيات كلها تحترم وإحنا بندرسها ونتعلمها في التنسيقية ترجمة نانسي قنقر